السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ هنقول النهاردة توقعات العاطفية لموليد برج الحمل. آآ بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا برج الحمل. آآ هنشوف الاول الطاقة العامة. آآ ما شاء الله. آآ برج الحمل شايفة تكتك في الشهر ده كلها حيوية ونشاط. شايفك متفائل. آآ شايفة ان ده كمان هيكون منعكس عليك خارجيا. يعني شايفك هيكون مهتم بتفاصيل المظهر. آآ وده هيلفت انتباه كل اللي هيقابلك يعني. كل اللي حواليك وكل اللي هيقابلك. آآ وده هيزود من ثقتك بنفسك. آآ وبالتالي هتكون منفتح اجتماعيا اكتر. آآ شايفة كمان عندك برج الحمل تحسن مدي ملحوظ تحسن مدي واضح. آآ مش حاجة قوية يعني حاجة واو فلوس واو. بس آآ انت الفترة اللي فاتت كانت متأزمة معك كتير في نواحي كتير مادية. آآ لا الفترة دي ان شاء الله ان شاء الله آآ في تحسن مدي عن الفترة اللي فاتت ملحوظ يعني حسن مدي واضح. البعض منكم هيكون آآ عنده صفر. بس بعضكم الصفر ده مش للشغل. بعضكم ممكن يكون زيارة للاهل او صفر طرفيهي. آآ آآ شايفك يا برج الحمل آآ تعامل مع طاقة مائية. انا شايفة هنا قدامي طاقات كتير. تقريبا كل الطاقات موجودة مع طاقة مائية. العلاقة فيها توتر. ممكن كمان نقول انها انها فيها استغلال سواء. ممكن ان لتنين. آآ آآ برج الحمل مش مرتاح في العلاقة دي يعني انا شايفك مش مرتاح. وحاسس فيها بشوية ضغمود. انت مش فاهم الطرف التاني آآ دماغه ايه بيفكر ازاي. بس ممكن اسناء القراءة اقولك الطرف التاني دماغه ايه بيفكر ازاي. آآ التوتر والمشاكل يا برج الحمل انا شايفها مع كل الطاقات. الطاقة النارية والطاقة الهوائية ظهرة جدا بوضح في القراءة. آآ برغم التفاؤل اللي انا شفته في اول القراءة. بس برضو شايفة بعضوكم مهموم قوي يعني حاسس بظلم وخزن. شوف آآ هي هنا ظهرة لك ازاي? هو ظهرة ان ده في تفكيرك انت. في تفكيرك انت مش معناها انك آآ مش بتمر بمشاكل او عندك آآ او في حاجة دايقك انت بتمر بيها بالفعل. لا هو في حاجات فعلا بالدائك انت بتمر بيها. بس الطاقة اللي عندك دي او الحزن اللي عندك ده. آآ المشكلة في عندك انت. يعني في امور كتير يا برج الحمل. انت بتفسرها غلط. كلامك عن نفسك كمان بيأثر على حياتك بشكل سلبي. يعني لو بتفضل تتكلم عن نفسك بشكل سلبي زي مثلا آآ انا حضي قليل انا هفضل كده. الحاجات اللي هي زي دي بتخلي تكتك دايما منخفضة. ومهما اقول لك بقى يعني مهما اقول لك سواء انا بتسمعني انا او بتسمع حد غيري انه لو قلت لك انه في تحسن ان اللي جاي احسن ان في اي حاجة كويسة جاية في حياتك. لو بالتفكير ده انت هتخلي الامور تقف. انا عايزك مش تصدق كلاني. يعني مش تقول ان انا بكلاني صح او ان في حاجة هتحصل لك فعلا. انا عايزة اظنك بربنا يكون جميل. او ظنك في الله يكون خير. آآ نلغي الافكار دي من حياتنا وكل الامور هتتحسن بازن الله. انت عندك تحسن كراءتك. لحد دلوقتي الكراءة يعني ممكن نقول عليها جيدة. آآآ برغم اني شايفة حالات انفصال كتير. بعضكو مش كلكو. هو اللي مصر على يعني يقطع العلاقة. مش عايز رجوع تاني. المشاكل اللي حصلت. آآ خليت تفكيرك اكتر حاجة مركز على نفسك. مش 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 تفكير اناني. يعني انت ده تفكيرك مش تركز على نفسك ان انت تبقى قانيني. لأ هوضحها لك ازاي. انت حاسس انك محتاج تبقى مع نفسك اكتر. بالرغم ان انت جاي لك عرض رجوع. يعني جاي لك بالفعل عرض رجوع من الطرف التاني وانت رفض. او ممكن نجي لك في الفترة القريبة اللي احنا فيها دي. آآ كل تفكيرك يا برج الحمل انك تشتغل على نفسك. انا بتكلم على الناس اللي في الوضع ده اللي انا بتكلم عنه ده. آآ تفكيرك كله انك بتشتغل على نفسك بتركز على الجانب العملي اكتر. آآ ممكن تكون عايز تسافر. او عايز تغير مكان آآ شغلك آآ وتبعد. مش تبعد هروب. انا شايفها طموح. يعني شايفة من لان تفكيرك بقى متركز اكتر على الناحية دي. فانا شايفة ان هو طموح زايد عندك في الفترة دي. وانا بقول لك ان الفرصة مناسبة ومتاحة جدا كل اللي انت بتفكر فيه. لاني شايفك بالفعل شغال على ده. انت شغال على نفسك فعلا. آآ لكن بعضك فيه رجوع فعلا. فيه رجوع للطرف التاني. بس تسويني سويني معي. آآ موضوع الصفر اللي عنده عرض صفر. شايفة في بعضك عنده حيرة بين بين حب وبين صفر. آآ شايفك آآ تفكيرك بيقولك يعني انك لو سفرت هتضطر تبعد. آآ بس انا شايفة ان كراءة بتقولك ان الصفر هو الافضل لك. هو مش هيحصل انفصال لكن ممكن نقول ان العلاقة هتتطور للاحسن وتتغير كلها لصالحك. ممكن تتغير كل العلاقة لصالحك انت يا برج الحمل. نرجع تاني للمنفصلين. آآ برج الحمل انا فاكرا نكلمتك في في كراءة ابريل عن اختياراتك الغلط. آآ شايفة ان ده ازاك كتير في حياتك. انت بتعرف بعدها ان الاختيار غلط. ده كمان ظاهر عندي في الكراءة هنا في شهر يونيو ظاهر عندي برضو. آآ للأسف انت لما بتعرف بيكون يعني بعد ما ده بيكون خد منك من منك ومن اعصابك انت بتختر. آآ اللي بيوجع كمان ان شايفة ان في بعضوكم الحب ده من طرف واحد. آآ اللي هو انت. في حب في بعضوكم عند الحب ده من طرفك انت بس يا برج الحمل. شايفة فيه خداع. شايفة العلاقة العاطفية فيه خداع فيه كذب. انت تعرضت له. وانت ساعدت فيه. يا ربي يكون كلامي واضح. يكون عارفة وصل اللي انا عايز اقوله. الكذب والخداع اللي انت تعرضت له. انت ساعدت فيه يا برج الحمل لانك كذبت احساسك اصلا يعني. كذبت انت جيلك الاحساس كذا مرة. وكذبته. آآ برغم كده انا شايفة الحب حواليك. بس انت باصس في اتجاه غلط. وبالتالي وضعك حزين. آآ انت بتلاقي بعد ما بتبص الاتجاه الغلط انت بتلاقي تجاهل بتلاقي ظلم بتلاقي غش. آآ زي ما قلت برج الحمل انت لو غيرت الطريقة اللي بتختار بيها هتشوف الشخص المناسب واللي هو بالفعل موجود. آآ كارت العدالة آآ ظهر لك مرتين. وده اللي انت هتحصل عليه في الشهر ده ان شاء الله. آآ سواء عاطفيا او مدين. شايفة هيكون فيه رجوع للمنفصلين بالذات. آآ المرتبطين بابراج نارية. وممكن ترابية. اقوى حاجة ابراج نارية لان شايفة الطرف التاني تذكيره من ناحيتك تحول تماما. انتو كان بينكو ضرب نار. آآ ومن ناحيته هو اكتر. اللي هو الطرف التاني هو ناري زيك برضو. آآ الطرف التاني ده اهملك كتير كان لا يبالي بيك دايما يعني بيفكر دايما بيفكر في اخطائك. يعني دايما معاملته معيك. انت بتشوفها سيئة. لان هو تفكيره من ناحيتك سلبي. تفكيره من ناحيتك انت بتعمل كزا. انت بتتصرف كزا. انت بتفكر كزا. تفكيره من ناحيتك كله بالشكل ده. فبالتالي آآ تصرفاته معيك. ما كانتش حلوة ابدا. آآ بص. الطرف التاني انا شايفي دلوقتي وكأنه بيحكم ضميره. يعني هو تفكيره تبدل تبدل. يعني تبدل تماما بيفكر في اخطائه هو. يعني العلاقة اتنى ما انتو فيها مع بعض. هو دلوقتي بيفكر في اخطائه هو. او ممكن في الظلم اللي عرضك دي. في رجوع ان شاء الله. بس هو لما يرجع مش هيقولك كده. مش هيقولك الكلام بالشكل ده. لأني زي ما قلت. انا شايفة طاقته نارية. حتى لو هو برج تاني فهو طاقته نارية. يعني مش هيقولك آآ انا غلطان والحاجات دي. لأ لأ. بس هي ممكن التعويض منه يكون بافعال. اكتر منها كلام يعني. آآ انت بقى تعمل ايه? انت برج الحمل تعمل ايه? آآ انت لازم تتعامل مع مع الموقف بالزكاء. يعني. انا شايفك هتكون مندفعة هتكون متهور. آآ آآ عن خبص. آآ آآ لان لو انت متعاملتش كده زي ما انا بقولك وتعاملت بالشكل اللي انا شايفي لها وتعاملت بتهور وبندفاع آآ ممكن ترجع ل مشاكل تاني. مشاكل اللي كانت بينكم ممكن ترجع تاني. آآ برج الحمل شهر يونيو الشهر ده مهم جدا 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 في حياتك. آآ في حاجات كتير جدا في ايدك. آآ في ايدك انت انك تحول كل حاجة لصالحك. مش حد تاني. انت بس اللي تقدر تحول كل حاجة لصالحك. وده مش بس على المستوى العاطفي. آآ انت محتاج تفكر. محتاج تخطط لكل حاجة عايز تعملها. او للشكل آآ اللي انت عايزه لحياتك. لان بناءا عليه صدقني هيكون في تحول كبير جدا جدا على مستويات كتير او يعني كزا جانب في حياتك هيكون في تحسن للاحسن للاحسن لباقي لباقي السنة بقى يعني ده هياخدنا مش مش الشهر ده الشهر ده هو اللي هيكون فاصل. آآ نفس الكلام ينطبق على المتزوجين والغير مرتبطين. المتزوجين يا برج الحمل شايفة فيه توتر كبير في العلاقة زي ما قلت الموضوع محتاج منك زكاء وحكمة وتركيز لانك شوية بتبقى مش عارفة اقولها لك ازاي مش عارفة ووصلها لك ازاي يعني زي ما قلت او ممكن يكون ده ممكن نسميها اندفاع. اندفاع بقى في تصرفات في ردود افعال حتى لو اندفاع ايجادي انا ما بقولش اندفاع يعني ان انت آآ جاية من العصبية مسلا على قدامك لا حتى لو اندفاع في مشاعرك كل اللي ده لازم آآ لازم عن المتزوجين شايفة منكم يعني دي لازم يفكر التفكير ده آآ ممكن تكون بتتعرض لغادرة او خداع يعني عند البعض كمان احتمال دخول او وجود طرف تالت في العلاقة وفي الغالب اللي في الوضع ده انت عارف كده يعني انا مش بقول حاجة انت مش عارفها وده طبعا اكيد مش عند الكل موضوع طرف تالي دي مش عند الكل لكن اللي انا بكلمه في الحالة دي هو عارف كده آآ كمان الغير مرتبطين في حب مناسب برضو موجود حواليك انت بس محتاج تشوفه موجود او موجود انت شايفه لأ انت مش شايفه مش شايفه خالص انك زي ما قلت برضو في البداية انت باصت في اتجاه تاني غلط الاتجاه التاني غلط اللي انت باصت فيه ده هيخسرت كتير الحد التاني اللي بيحبك ده هو بيحاول يعني انا شايفة منه بيحاول ان هو يتكلم آآ في حاجة مناعي ممكن يكون تجاهلك ممكن يكون مستني يتأكد آآ ده قرارك انت يا برج الحمل بس انا شايفة في حد هيحاول يتدخل اي حاول يتدخل او يأثر عليك او يحسسك انك دايما ظلط آآ النوع من انواع الانتقاد يعني المطلوب منك انك تتجاهل اي نقط او اي تأثير يعني اي تأثير خارجي تتجاهله خالص اللي هو ممكن يأثر على قراراتك قراراتك دي اللي هتيجي فين هتيجي بعد تفكير زي ما قلت شهر يونيو آآ من الواضح من القراءة كلها ان هو آآ شهر مصيري شهر في انتقال لحاجة تانية احسن في حياتك ان شاء الله آآ زي ما قلت برج الحمل آآ الكراءة كويسة في نسبة رجوع ان شاء الله آآ مع طاقات نارية ترابية لكن مع الابراج الترابية في بس قدامي حاجة عايز اقولها آآ شايفة في شوية تعنط من ناحية الطرف التاني اللي هو الترابي برغم الحب في حب بس انتم مختلفين تماما هو يعني هو شايف كل التلبية في طباعك ده طبعا من وجهة نظره تلبيات كتير جدا هو شايفها في طباعك من وجهة نظره هو يعني بالطريقة اللي هو بيشوف بيها الحياة وبالطريقة اللي هو بيشوف بيها البني قدمين مش شرط ان انت تكون كده فعلا آآ يعني شايفة آآ ممكن يكون بيشوفك منفتح في افكارك او اجرأ منه او عايز تعمل حاجات هو ما يقدرش عليها ما يقدرش عليها طبعا بتكلم من ناحية الجرأة يعني آآ ممكن نقول عنه انه بيحب يفضل زي ما هو وده نثبت تعب كتير في العلاقة ليك وليه آآ ده ممكن نقول بردن هو محتاج منك تفكير محتاج منك تفكير ليه لان لما بنكون مع طرف مختلف بزيط لو احنا متجاوزين يعني موضوع توافق الابراج ومش توافق الابراج انا شايفة انه كل الابراج ممكن تتفت بالاكتر لو احنا عرفنا البرج التاني بيفكر ازاي وانا مستعد بيكون عندي شوية تنازلات مش تنازلات آآ في حاجة ما ينفعش فيها تنازلات لأ تنازلات آآ بروكي يعني انا اقدرش اعرف مثلا لو انا برج نالي والقدمي برج ترابي فانا اعرف تفكير البرج الترابي والله ينفع نتفق وينفع تبقى هي دي الحقيقة لان المشكلة انه احنا اللي بنخلق المشكلة بنخلقها ليه بس للاختلاف يعني انا مختلف عن الطرف التاني وهو مختلف عني فمن هنا بتيجي بتيجي المشكلة tapi ممكن تكون انت مفيش عندك اي حاجة وحشى وهو مفيش عنده اي حاجة وحشى فانا هنا بتكلم عن الموضوع من الناحية دي انت والطرف التاني بتكلم هنا عن البرج الترابي انتو مختلفين عندك القدرة انك تفكر في شكل العلاقة. تعرف الطرف التاني بيفكر ازاي? تعرف تقرب وجهة نظرك بطريقتك? اوكي? ده لو عايز تكمل. القراءة انتهت. وشكرا للمتابعة برج الحمل. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة